بنصباح على حضرتكم مرة تانية ودلوقتي جامعاً عندنا مع أخبار التقص بالتفصيل وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة فيه ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء التقص هيكون مائل البرودة صباحاً حار نهاراً على قهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء دافئ على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد لكن بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى قهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وصصيناء وشمال الصعيد كمان فيه نشاط رياحة لأغلب أنحاء الجمهورية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا على تليفون دكتورة مناور غانم وعضو مركز الأعلامي بهية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك وتذلينا وصباح الخير على كل سيدة المشاهدين أهلاً بكيفا أهلاً بكيفاً مستمر معانا لمدة كام يوم وهيكون كمان فيه نشاط للرياح بالفعل في اليوم استمرار لي ارتفاع درجات الحرارة واستمرار تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبكي الجزيرة العربية كتل الهوائية دي مرتفعة في درجات حرارتها بالإضافة كمان فيه مرتفع جوي في تبقات الجو العليا هيعمل على زيادة خطرات تقوى أشعة الشمس خلال فترة النهار واليوم العظمى على القاهرة الكبرى هترتفع عن الأمس بحوالي ثلاث درجات لأن الجوم متوقع عظمى 31 درجة مقوية للفترة النهار وحفظات جنوب البلاد 36 ب37 درجة مقوية فبالتالي احنا فترة النهار وخصصاً فترة الظاهرة هنحس بالأجواء الحرة على المناطق الشمالية سواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى شمال السعيد أجواء شديدة الحرارة على جنوب السعيد فترة النهار فترات الليل مع غياب أشعة الشمس وخصصاً في ساعات الليل المتاخذ فترة الصباح الباكر بيحصل طبعاً من صفات في درجات الحرارة يمكن فترة الليل هتتحسن عن الأيام الماضية لأن الصغرى هترتفع ويكون بين 18 لـ 19 درجة مقوية في الفترة الليل لكن هيكون في نشاط الرياح هنفس بيه ساعات المغرب وفترة المساء نشاط الرياح ده هيخلينا حتى أكثر من صفات درجات الحرارة والأجواء الربعية خلال فترات الليل والأجواء مائلة للبرودة في أغلب الأنهاء كمان نشاط الرياح سراعته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة في أغلب محافظات شماد البلاد هيكون مصير لبعض الرمالوي الأجوبة في أقصى غرب البلاد بعض المناطق سلوم مطلوح بعض المناطق كمان من الصحراء الغربية لكن مش ممتدى للقاهرة الكبرى مش هيكون اليوم في مناطق من القاهرة الكبرى أو المناطق الداخلية فقط في أقصى غرب البلاد كمان اليوم طبعا تكونت شفورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والطريبة من المصطحات المائية وقدت انتفاض في الرؤية الأفقية لكنها ثلاثة ثورة فتوعة شعة الشمس بدأت الرؤية تحسن على أغلب الطرق زروة ارتفاع درجات الحرارة هتكون غدا الخميس إن شاء الله وعظم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار فأجواء غدا هتكون أجواء حرى لشديدة الحرارة في أغلب محافظات المهورية ثم ما بتقول زروة الارتفاعات مع يوم الثبت القادم تبدأ الخطأ الهوائية الشمالية تأثر علينا تبدأ ثاني درجات الحرارة سنحفظ ويكون 27 درجة مئوية ونحس بالبرودة خلال فترات كيلة عشان كده احنا بنأكد مش عاوزين ننخدع في درجات الحرارة ونستعجل ونرسدي الملابس الصيفية دلوقتي خلينا نقول إن احنا ممكن فترة النهار نخفف عادي مفيش مشكلة اللي هنأكد عليه فترات كيل وإحنا خارجين أو فترة الصباح الباكر لازم الملابس تكون ملابس ربعية أو نبقى عانا جاكت خصوصا أن حديك تقولي أن في رياح محملة بالرمال والأطربة فبالتالي هتكون عرضة أكتر لأدوار البرد يعني فمش عايزين نخفف الملابس كمان معاها بشكل كبير بالفعل لأن احنا خففة مفترات الليل وفترة الصباح الباكر الأطفال وهم رايشين المدارس بلاش الملابس الصيفية دلوقتي خالص كمان هيكون في بعض الأطفال مستمرة معانا لغدل الخميس والجمعة فأكيد مرضى الحسل الصدرية والجيوب الأنفية غدا وبعد غدا لو احنا هنفرج لازم أستطيع أنا بشكر حديك شكرا جزيلا عن دكتورة منارغين وعض المركز الأعلامي بهية الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا لحالة التقص تعالوا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وهنبدأها من القاهرة العظمة 31 صغرى 18 العاصمة الإدارية 31 18 اسكندرية 30 18 العالمين الجديدة 29 18 مطروح 28 18 ضمياط 22 17 بورسعيد 23 17 إسماعيلية 31 17 السويس 31 18 العريش 24 16 كاترين 25 9 طابة 29 18 حلايب 28 20 شلتين 31 20 شرم الشيخ 33 21 الغردقة 31 20 الفيوم 34 17 بني سويف 34 17 الودي الجديد 35 19 أسيوت 35 18 سهاج 35 18 قناة 36 19 الأقصر 36 19 وأسوان 37 20 بكده حاولنا نطمن حضراتكو عن حالة الطقس النهاردة خصوصاً إن فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لكن نخلي بالنا في الساعات المتأخرة من الليل ونخلي بالنا كمان من أطفالنا وأولادنا كلهم علشان كمان فيه رياح مثيرة لمال والأطربة نقيهم من أدوار البرد وخصوصاً مرضى الحصولية الصدر والجيوب الأنفية اشتركوا في القناة